أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في الديوان معروف أن الغزال أسرع من الأسد ومع كذا ففي كل مرة يجري فيه الأسد وراء الغزال يصيده ويفترس وما يقدر الغزال يهرب منه والسؤال هنا ليش؟ أو أيش السبب؟ يعني شلون مع أن الغزال أسرع إلى أن في كل مرة يقع فريسة سهل في يد الأسد اللي هو أبطأ منه أساسا والتفسير اللي يقدمه لنا علماء علم الحيوانات هو أن السبب في هزيمة الغزال وانتصار الأسد عليه يرجع ببساطة إلى أن الأسد يجري وراء هدف محدد ما يشوف غيره أما الغزال فهو يجري وبس يجري بدون هدف محدد أو لمكان معين غير أنه يحرب من الأسد وينفذ بجلده وبس فلو كان هذا الغزال السريع والرشيق حط في باله هدف معين مثل أنه يوصل لقمة الجبل مثلا أو أنه يسرع لنهاية البعيد كان نجا لكن في كل مرة يروح يمين ويقلب في يسار ويراوغ ويتعب وفي النهاية يطيح فريسة سهلة وصيد ثمين للأسد وعياله وبصراحة هذا حال ناس كثيرة مننا اليوم عايشين بدون هدف محدد أو رسالة معينة لحياتهم عايشين وبس يعني عايشين عشان يعيشون وفي مننا ناس عندهم أحلام وأهداف لكن أحلامهم ولدت وعاشت وماتت وماتت وفي مخيلاتهم وعمرها ما طلعت للنور أبدا لأنهم ما تحركوا وما مشوا لها أو سعوا لها حتى خطوة واحدة يتحمسون يتفاعلون ويسخنون وكتب عن النجاح والتطوير الذاتي والمحفزات النفسية وفي الأخير يتغطون وينامون وشكرا وخذ الأعذار الكثيرة ما حد مد يد لنا ما حد ساعدنا الكل وقف ضدنا حظنا السيئ الناس ما تنفع ما عندنا راس مال ما عندنا وقت أو بكرة بسوي وبعد بكرة بفعل والشهر الجاي والسن الجاي وإذا تعدلت الظروف أو إذا راقت النفسية وانتظر عادلين ظروفك تتعدل ونفسيتك تزين ونفرش لك طريق النجاح بالورود عشان تمشي فيه وتكمل وهذا إذا كان هذا الطريق الطريق النجاح فعلاً ومش طريق الفشل والضياع الحلم دار العجزة وكان يسألهم عن أكثر شيء سواه في حياتهم ندموا عليه فكانت المفاجأة أن الأغلبية ما كانوا ندمانين على أمور سووها لكنهم ندمانين على أمور كثيرة ما سووها أحلام وقرارات وأهداف وأمور كثيرة كبروا وبعدها هم كبروا وبعدها صغيرة في رأسهم ما كبرت ولا شوفوها لكن لا الزمن بيرجع ولا الصحة بترجع ولا الفرص بترجع خلاص تأخروا كثير وفاة الأوان وفرصتنا اليوم نتعلم منهم ومن رسالتهم لنا عشان نبدأ نعيش الحلم ونخطط لعالمنا والأهدافنا ويكون عندنا رسالة تغير حياتنا وهذا بالضبط اللي يبغاها الله مننا نكون الناس نجحين لأنه أعطانا ووفر لنا عوامل النجاح والتوفيق ومنتظر من النجاح أو على الأقل للسعي للنجاح يقول الكتاب أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني آمين فخطط لحياتك وحدد أهدافك وعيش رسالتك ويا سلام لو كانت رسالة تفيدك وتفيد العالم وتعطينا فرصة نعيش في عالم أفضل لأن السعادة مش في التفرد والأنانية لكن في الخير والمحبة والشركة الطيبة وفي تحقيق الأهداف ومراقبة أحلامنا تكبر قدام عيوننا فعشان كذا نشوف أغنى أغنياء العالم عندهم كل شيء تقريبا ومع كذا ما لقوا سعادتهم الحقيقية إلا في عمل الخير ومساعدة الناس وتقديم المحبة والدعم للمحتاجين وهذا اللي سواه السيد المسيح مع التلاميذ وهذا كان حلمهم أنهم يعيشوا لتوصيل رسالة الخلاص للعالم كانوا عايشين بدون هدف صيادين وعشارين وناس عاديين مثلي ومثلك عايشين وبس لين دعاهم السيد المسيح بنفسه وعطاهم هدف ومعنى الحياتهم وحلم ورسالة غالية مهمة يوصلونها للعالم عشان يعيش العالم حياة أفضل عاشوا للناس ومتوا للناس عاشوا الحلم وسعوا بكل جهد له سافروا وتغربوا وجاهدوا كل مرض وكل تعب وكل اضطهاد عشان توصل لنا رسالة السيد المسيح ما كان طريقهم مفروش بالورود والريحان ولا انتظروا دعم الناس وتعدلوا الظروف وتحسن النفسي وقوة الجسد أبدا اضطهدوا وضربوا وقتلوا وسجنوا وتبهدلوا وتعذبوا وتغربوا مع كل هذا ما يسألون يمشون نحو هدف ومرسالتهم كان كل تعب ومشقات ومرسالتهم لنا احنا مش لهم وهدفها لنا مش لهم والمصلحتنا احنا ومحبة فينا احنا يعني لا ثواب أكثر ولا درجة أعلى في الجنة ولا هم يحزنون لكن محبة ومسرة وتنفيذ لوصايا السيد المسيح فياريت تقبلهم عزيزي لمشاهد مثل وقدوة وتطلب من السيد المسيح يساعدك في أهدافك ويعطيك محبة ورسالة لكل الناس ياريت نتعلم منهم ونخليهم قدوة ونحط لنا أهداف ونخطط لها ياريت تجي اللحظة في عمرنا لنطلع فيها أحلامنا ونشوفها تتجسد قدامنا ونحققها ونستمتع بتغيير العالم وتغيير حياتنا شكرا لكم وأتمنى أشوفكم في حلقة ثانية أو حلقة جديدة من الديوان مع السلامة ترجمة نانسي قنقر